موسيقى 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 واللي عندهم حب شباب يقدرون يستخدمونه فقط ليلا على حب الشباب والصبح يحرصون على منتجات الحماية والترطيب وغيره انه يستخدم كذلك للرؤوس السودة والرؤوس البيضة لانه جدا فعال تركيبة الابديوجل تحتوي على تركيبتين مهمين او تركيبة مركبة نسميها الادابلين والبنزال بروكسايد طبعا الادابلين هو نفس الديفيرين احد الاسماء الشركات المصنية علىه اللي هو الديفيرين والمادة الثانية البنزال بروكسايد فبالتالي تخليه كتركيبة فعالة جدا في القضاء على الحبوب عشان شذي الحين نرد حق ليش ما نقدر نستخدمه كمقشر ليلي لنفيه من زال بروكسايد من زال بروكسايد ما ينفع تحطينا يوميا يوميا بس عشان نتقشرين البشرة لأ اذا عندك حبوب رح يفيدت و رح تستخدمين الفترة معينة لكن الديفيرين يحتوي فقط على الادابلين فعشان شي اقدر استخدمه كمقشر حتى لمدة ثلاثة شهور يوميا بالليل واضح الكلام؟ تمام ترجمة نانسي قنقر المهمة بهذه الاسنابات انه توصل لكم نقطة جدا مهمة ان الابد يوجل يصف البشرة من الحبوب ولكن يعني يخفف الحب عنده شو تنشف وتروح ولكن غير مسؤول عن اخفاء الآثار اللي تتركها الحبوب يصفي البشرة من الحبوب ولكن الآثار تحتاج خلطات معينة كريمات معينة تحتاج عناية معينة وفي منهم اللي تروح حبتهم غير ما تترك اثر وهذا نادر ما تصير اما تترك اثر بني اثر اسود اثر وردي احمر على حسب نوع البشرة فبالتالي الابد يوجل عرفنا استخداماته عرفنا تركيباته ولش ما نستخدمه كالدفيرين والاكرتين كمقشر لا يستخدم لعلاج الحبوب وقضاء عليها ولكن لا يستخدم لعلاج التصبغات وتصفية البشرة من التصبغات ولكن تصفيتها من الحبوب تصفية البشرة من التصفية تصفية البشرة من التصفية شكرا